موسيقى السلام خوتي مغربة اتمنى تكونوا بخير وعلى خير رغم ان الوضع يعني لا يبشروا بالخير ابدا لكن من باب السواب كما يقولوا اتمنى تكونوا بخير وعلى خير عندما نبدأ في هذا الفيديو سوف نرد على واحد السيد رغم انني سوف نخالف الوعد الذي تراثبني في هذا الفيديو وعتراسي ان اي واحد ينتقدني لا نرد عليه ولكن يكون واحد الانتقاد يعني عنده واحد الاسس هذا السيد والمشكلة انه علق وقرق وقرق ساعة او نساعة ولم اعرف شيء وقرق قرق وقرق 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 من أين أنت تعليق بحال هاد التعاليق ديال كاكا والله إله زوينا هاد كاكا والله إلجت معاكم والله إلجت معاكم معا من كان هضروا معا من كان هضروا اللول بين راسك شكونت بين بروفيل ديالك دير شي تصويره ديالك دير شي تصويره غدين مدينتك إلا خايفة بعد تبين وجهك ولا ما عارف مينك تخرجون توم مجا كيقولك تدوبة بالإلكترونية توم مدبان والناموس وقع الحشرة في الموديرة انتو ما هما ما عندكش الجور قاحتة تبين راسك شكون وقالس كتكتب موردك القفازة ولا موردك تليفون ديالك ها بان 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 أنا فلان بان فلان ها الهضران اللي كانت تقول انتارا بشي معقولها هاشنو 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 وتجد عاميل خائن لمن 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 أعطيني شي يجي ها كيقولك المثل الشعبي الراجل كيقصد قصد بنادم قصد بسمية والكنية قصد بسمية والكنية لا يوجد كليماتيزور لا يوجد كليماتيزور يلا قل أوروبا لها حزقة هذا ماء بارد فيه القاز بالقاز قاعدتك البرودية قاعدتك يفاجع لك حسنا لا يخنقوك زبل هذا كاكا أنا ما فهمتوش هو ما هو الفرق إذا قلت عاش الشعب وإذا قلت عاش المالك ما هو المشكلة لك عاش المالك فاش غادي تنفع المالك وعاش الشعب فاش غادي تنفع الشعب المالك عايش عايش مفتاح فوق فيجيك دابا اللي غادي نقول هالك نيشان أنتم العياشة نيشان عايشة تبتة تبتة التاريخ كيكتب أنتم عياشة بغيت نقول لك عاش المالك عاد نقول عاد ترضى عليها أنا قاعد ما ترضىش عليها بغيت نقول لك عاش المالك حل حل الطبلة ديال ودنك مزيان سمع سمع مزيان عاشت المرأة وعاش الرجل اللي حلت عينيها في الدنيا ولقيتهم عايشوا الوالدين اللي صهروا عليها وضربوا عليها تمالا وكبروني وقراوني وردوني رجل وصهروا عليها وهزوا الضل وكبروني أردوا نصدروا ونربي الكتاف ونصدروا عائل أخرى وهزوا الضل في السبيطارات وهزوا الضل في المدارس وهزوا الضل كبيرا يوكلوني ويشربوني ومن هذا المينبار كان وجهت أمي أمي اللي علمتني من اللي كانت عندي 11 سنة واني عاقل مزيان انني نكون راجل انني ما نحضرش الرأس ما نقولش سيدي أمولاي سيدي أمولاي هو هدا والجيب ديالي هو سيدي أمولاي لو كان كنت كبرت في دولة دي الحق والقانون ما غاديش نخرج منها عندي 41 سنة ونسبح فترة ديال لولاد لابا نرجعو اخوتي المغاربة الحرار نحضره على شوية على الواقع ديالنا وعلى هاد الشي اللي كي وقع مؤخرا دابا اخوتي المغاربة انتوما واش كتشوف هاد الشي عادي كي بيلكم دابا هاد الشي عادي تخذ داك القرارات المفاجئة ديال ديالتنجد الليل من العلمدون تسبب العباد الله في الكسيدات في الموتا هادوك صارفي تنسوا موضوع هادك جمع جمع ما بقى شو واحد غادي يفتحوا ولا شو صحافة حورة تهضر على ذاك الناس اللي ماتوا وذاك روينا زاد عليها الدعم دفع الاولى الثانية الثالية الثالية الرابعة الناس ما توصلوا بو شي توصل شي ما توصلش مش ما غاديش نقوله احنا شي حاجة مكيناش شي توصل شي ما توصل شي ما توصلش ما الخدش او الرابعة شي خده اللولا والثالثة ومخده ش تانية شي خده اللولا ما خدش اللولا ما خده الش تانية وخده الثالثة هاتشي حاوما شوفوا برأسكم هات تعليقات هادوها تعليقات مش فوتوشوب هاتو تعليقات خدتم من فيسبوك نزيد عليها الروينة اللي وقعت قبل العيد نهار قبل العيد السارقة الحوالة والروينة وذلك شيء تصور وتحط نزيد عليها دبا مؤخرا إعادة اللي يمشون لبنان 17 طيارة 14 طيارة وثلاثة وهم يوجدون مشينا اللي كنقول هذا الهضراء ها هو السيد من لبنان يشكر جلالة وهمة السادس يشكره ها بطل التعليقات لقيت الناس يقولوا له تشكر الشعب مشي تشكر المالك ها انتم ما شوفوا شوفوا براسكو شوفوا الفيديو غيش حاجة قليلة منه نحن هلا عم نشوف المعونات اللي وصلت من المملكة المغربية الى لبنان هي عبارة عن 14 طيارة يعني انفتح خط جوي كامل لمساعدات للبنان وفي ثلاثة طيارات مبعوتة ولسا ما وصلت لحدا لا يعني الكمية عبارة عن 17 طيارة يا جماعة يعني ما شاء الله مساعدات إنسانية ومادية وطبية يعني ما شاء الله مملكة المغربية كانت بالصدارة وشانا صفت لمساعدة اللبنان والشعب ديالي كيموت بالجوع والشعب ديالي ما زال كيتسنى 800 درهم ديالي الدعم ماشدهاش وكيتساءل فين هو هذ الدعم فين هي التالتة فين هي الرابعة فين هي الثانية كل واحد على من كي يسول في هذ الدعم فين هي هاد لجنة اليقظة فين هي هاد ملفات في طور المعالجة زادوا لهم ملفات في طور المعالجة كسفتوا لهم رسالة إلكترونية شنو فيها لم تستوفي الشورط شنو هم هاد الشورط وكيفاش أنا لم أستوفي الشورط باش انتو مجبتوا عني هاد الدالي بأنني لا أستوفي هاد الشورط الله أعلم المهم موت بيمك بالجوع باش كملوها وجملوها كمك يقولون المغربة زادوا خرجوا العسكر وصفتوا تنوغر والطنجة والروينة هذا الشيء كامل على البحر قال حقا ما حقا انت طنجة وعندك أرجع بحرك انت جاي من فاس جاي من مكناس جاي من عرف منين في المغرب دخلت بحر وفهم انت تستطع هاد الشيء شنو معنيته وش هاد الشيخوطي المغاربة سحبكم بمحد الصدفة أقسم لكم بالله مما محد الصدفة بالله إلا هاد تشير عنده التخطيط عندهم ماليه اللي كي يخططوه بحل هذا نحن نهضر مع الناس الذين يفهمون الذين يردون بالواقع كيف تشاهد شيء تبزاق غادي 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 ما عليك ما بك في حومة أو في سوق واحد ساعة تشاهد نظر 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 هكذا هذا هو رين نظر هذا وضوه لكي تقوم بمشاعة الجوقة ما يعني تقوم بمشاعة الجوقة ماذا؟ تقوم بالإلهاء من المشاعة لن يمتلك حواس لا يمتلك خدامين يعني يأتي ابن أدم يقوم بمشاعة بالعربية يطلع لك التليفون ويطلع لك الفلسة اللي عندك في الجيب ولكن انت حاير مع الجوقة حاضشنو كيوقع يواره نفس الشيء تبه هدو اللي كيخططوه احنا راحنا مكبوبين على الجوقة مكبوبين على هدو سرقو الحواله مكبوبين على الإعانة مشاولو بنادو وحنا ميتنا هنا بالجوع وما وصلنا والو والناس كيموتوا بالجوع والناس مازال ما عندهم ما يكلوا والصيف والحرارة والكورونا والحجر الصحي والروينا الكحلاق فهمتك كيفاش؟ واحد اخره كيخطط وهمن كيخطط وهنا اللي بقى السؤال وباش نعرفه اخوتي يتجاوب على هاد سؤال نرجعه الخيطاب الخيطاب الملكي مني تشوف انت محمد السادس في ذاك الحالة فين عمر الشعب المغريبي شاف الملك دياله في ذاك الحالة نخرج في ذاك الحالة حالة لا يرتلعها سيدي عليه ضغوطات نفسية سيدي مريض نفسانيا سيدي خرج بالسيف عليه هذا الخيطاب على حساب ما يبالي يمكن أن يكون غالط ولكن على حساب ما يبالي سيدي خرجوه بالسيف عليه سيدي خرجوه كاين واحد في المخزن يحكم يحكم حتى في الملكيه وهذه الهضرال ماذا نحن نتعامل بحال يتعامل للأسرة ماذا لا يسريع علينا يسريع على أولاده أبنى دمي يكون شوية واقعي يا أخي آل عياش أبنى دمي يكون شوية واقعي هذا الحقيقة الشعب المغربي كيكا يعيش شوف تفرج شوف تفرج والله أرحم كل ويدين المواطنين المغربي مقيم في مدينة تمارة حين نمسي واحد جاء غوط الكاز جاء عندي لابلاز قالوا لي تغسر الباياس بالدم من لي ما بغيش هزوا لابلاز ديالهم وشوف حالاتهم وانا عندي لي محجز شهود أولاد لاثا أولاد الحومة شافوا كل شي بعينهم غوط شي عشرين مرة ولا ثلاثين مرة لابلاز أنا غادي بجمزة ديالك موتو السيدة طيحة السيدة طيحة بس كوركومة ها هي اسمعاء سعادة المالك الله يرحم الواليدين شو البومبيا ديال المغريبة ش كيديرو شو البومبيا ديال المغريبة شنو شو فشغا ديال لابلاز شو لابلاز اللي غادي بيال ملاتي ما اللي غوط تعليم قالوا تغسر الباياس من الدم ما عنديش حق أن أرسل هذا الدم شو لا تعلم شو كورونا شو كورونا شو كورونا شو كورونا شو كورونا يمكننا الناس مواطئ المغريبي يعني عدل الراكة أكبر شو كورونا ما عنديش حق بكورونا أنت تقول لي انتو مالاكم بحال الولادين كان عاملكم نفس المعاملة اللي يسرع عليك يسرع عليكم ما هذا النفاق؟ هذا النفاق عاين باين يعني الدولة العميقة ما تقول؟ كانت تقول لكم وضربوا رأسكم على الحد والله يا إماكم شتيل شوف شوف شتيل وكان عندهم غير جرأة شتيش سيسي سيسي ديال ميسرا أنا شتيل فيديو ديال له فش يقول لهم يا إما نحكموكم يا إما نقتلكم لكن نحضر مع الأحرار ما العياشة أرغال بقوة طبوله عاش المالك عاش سيدنا الله ينصره هو أساس الوحدة والحامل الحمى والدين وأمير المؤمنين وللابو يعمرها غادي تسلا وهذه أخويا ماشي خبز الضار يأكلوا البراني لبنان أوقع لها المشكل نحنا منا هل نشوفوا اللو والولادة أنت بأخي أنت بأخي يدخل عليك يدخل يهزلك التبصيد أنت يا الله هذا الشيء يدخل يجب أن تستغر هذا الليلة أو اليومين يهزلك هذه الباركة والمشكل أنه ستسول و تقول له فين ستبب هذا الشيء سيقول لك أرسجل أننا محتاجين و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصص أرسجل 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 و بعيد عنه بألاف الكيلومترات أرسجل هم المعتق و ستنوض معه ستنوض معه و لا نفس الشيء لم يموت الشعب و انت تهز الخيرات التي تصفتها مجرد وهم في لبنان لم يترحموا بيناتهم و يخرج لها القرديف للاعرف من حتى يقول لك عاشا محمد السادس اللايكت الخير مالك المغرب معروف بالخير وبالخمير و سات الخير على زعير و اوكل غشعبك لول عاد صيفة الوحدة يخرجون يقول لك و أخوتنا المسلمين و انت هذا غير حسد والحقد دعونا نديره الخير و ندير الخير أخويا ندير الخير و لكن حتى نكون حتى يكون أولادي و شاربين و هذه الساعة ندير الخير لن نعطيه الشياطة لن نقول لن نعطيه الشياطة لن يفهم العقل يفهمني و لكن نكون أنا مخصوص مقطع مشروط أنا ما زال شعب ما زال يسقل الماء في البودة في 2021 في أستربار في العاصمة في كين القصر و في كين القصور و أخرين ما زال الشعب يسقل الماء على الحمير في 2021 ما زال الشعب ما عندوش الدور ما زال الشعب ما عندوش تغطية صحية ما كيد دواش شوفوا عباد الله هذا الفيديو هذا السيد مو ماتت بالإهمال و أنتم ما قتلوا ليموي ها يخلوا هنا يتمش بوحدة ها ما يلعق باقي شوف شوف سبيطار مخلصين على فلوس ما نقبل ها يتمحن يمش ها 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 عاود قولوا هذا الفيديو هذا السيد من وسط سبيطار كي يصور أمو ما تتحدى عينيه وما تجيش تقول لا نعراكم كأولادة هاش من أولادك دابع عندي واحد سؤال لك أنت أم محمد السادس شنو درتيب ذاك المال اللي ورطي على أبك شنو درتيب ها داك المال اللي جمعته في هاد واحد وعشرين عام اللي حكمتي في هالمغرب انتا فاش نفعك هاد المال فين هو هاد لقب أمير المؤمنين كون كونت بصح أمير المؤمنين كونت شعب تلك لم يكن شعب تلك كون رح شعوب بالعالم كنت تحدث بسميتك الرؤساء أعظم دول في العالم تحدث باسم محمد السادس تقول شوف المالك عشرين عام اللي حكمته وعلى وحد وعشرين سنة شوف كيف فرض المغرب شوف كيف وله الشعب المغربي شوف كيف وله الشعب المغربي بالسياسة الرشيدة داك المالك الشاب اللي خدر المغرب في تسعة وتسعين شوف 2020 كيف فرض المغرب عندي سؤال العيشة كاملة العيشة المغرب كاملة أنا غابي ومكلخ ومشتواي ديال الدراسة 5 يماني ديال 91 وانت الفاهيم كيف ما كتب لي هذا في الميصاج قال لي الفاهيم الفاهيم نجمعكم كاملين العيشة كاملين شرحوا لي شرحوا لي خدكم 17 طيارة تمشي اللبنان محملة بالأكل بالشرب بالدواء كل ما تحميله من كلمة ديال الدعم غادية الشعب آخر المواطن الملف في طور المعالجة ومبعد يجيك رسالة إلكترونية ومبعد يجيك رسالة إلكترونية لقد تم رفض طلبك لقد تم رفض طلبك لعدم استوفاء الشروط ايش من شروط ايش من شروط انت عندك تريب بورتور وهذا وهذا صاحب تريب بورتور قال لقد تم رفض طلبك بيرمي لقد تم رفض طلبك بيرمي ايش من شروط ماتين وسبعة ايش من مرسيدس وماتين وسبعة ايش من تطلبك ثم تقريب قريبا لأن الناس صافي لقد وصل السيل الزوبة بنادم هنا لأن الخراء تسدلوا على المصيب الكهلا عندما ترى هذا الإنسان كيف ينبدأ بنادم أي شخص إنسان يندد بالضل ويكون محايد ما يعنيه محايد لا علاقة بالأحزاب السياسية ولا بالسياسة بسيفة عامة وإنما يرى الضل يحلقه قلبه ينضي الضل غيره ينضي تفع على هذا المظلوم ما يدن بهذا الإنسان؟ أنه يتردون تخائل وعامل ويتحبس ويتطعلمه الراس لماذا تنتقده إنسان بحالك بحاله إنسان بحالك بحاله خط أحمر وخط أزرق ما من خط أحمر وخط أزرق وخط أصفر وره بنادم بحاله يدخل طوالات ويقدر يخطأ وعنده مسؤولية كيف مكان هذا المسؤول في هذه الدولة وره عنده مسؤولية وهو اللي يختار يكون مسؤول ماذا أنت مسؤول يعني أنك تحاسب وأنك تنتقد ما تجيش تقول لي أنت خائن وعامل أنا خائن وعامل بحي تبغيت مدارس مزيانة لولادي والولادك والولاد وحد أخرين تعليم في المستوى أنا خائن بحي تبغيت تصبيطارات لك وليا والولادي والأمي والبا والباك والأمك والخالتك وعمك وخالك وتعصيل الجدرة دي البابة أصبر فش فش أنا تقتلوا فش 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 والله ما غادي نقطع يما هاد الأقطاع هادي ما غاديش نقطعها أنا خائن بحي تبغيت تطرقان في المستوى ما شي غي غي زوق تبيع أنا خائن بحي تبغيت بنية تحتية منين تحشتها كان غرقو كان يقول لي وكلو غيس خمس سنين هنا وانا في أوروبا عمرو ماشته غيس كيداير اشتاخت من السمالين لنهار تخرج بسببات كمسيري ترجع بسببات كمسيري أنا خائن منين بغيت الكفاءات ومنين بغيت الأدميرها ما تهاجرش لبرا تكلس في البلاد ديالها والبلاد ديالها تستنفع بالدكاء ديالها وبالموهيبان اعطاها الله وتزيد بين القدام حسن ما تمشي في قوارب الموت هو سيدين أنا خليني خائن وخليني عامل ومن قوتش عاش المالك نظر من وابوه تانا وغادي نفشفش عليكم وغادي نفشفش وغادي نفشفش وعاشت أمي وعاشت أمي الحبيبة وعاشت أبيه وعاشت من ربوني والحمد لله على حرية أجي قبل ما غادي نسالي هذا الفيديو سيقولك وغادي طيارات وغادي نفشف من الماله الخاص إلا كان من الماله الخاص لأن الصداقة في الأقربون أولى والأقربون هم احنا هم الشعب المغربي رول ما عنده بقاش وبلاصة الحرية اركب 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 الحرية والكار عمرو ما غادي اخوه ديما كان البلاصة الحرية اللي بغى الحرية كان البلاصة دياله اركب السلام عليكم وتهلاولي يا فرصكم ها 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 ها